الحمد لله وحده و أصلي و أسلم على من لا نبي بعده مرحبا بكم مع حديث الليل إنك لتعجب من عقيم يبكي يريد الولد و من مريض يبكي عند الطبيب يريد العافية و من أب يبكي من عقوق أبنائه و من زوج يشتكي زوجته و من زوجة تشتكي زوجها و من مهموم مغموم يشتكي الهم و الحزن و الذي يشتكي الاكتئاب و الذي يشتكي الرهاب و الذي يشتكي أمراض النفس كلها أقول لكم أين أنتم عن الليل أليس بيد الخلاق الرزاق ذو القوة أن يزيل ما ألم بكم من هم و مرض و ضيم و ألم تبكي عند مخلوق أما جعلت الدموع في جوف الليل للخالق الذي أرى إذا أراد للشيء أن يكون قال له كن فيكون دون أن تسأل عن الأسباب هو مسببها الذي أطفأ نار إبراهيم و قد ألقي فيها جعلها برد وسلام هو الله هو ربك الذي أغرق فرعون و أنجى موسى و فلق البحر له هو ربك الذي خطف عيون قريش و هي تجتمع عند الغار و لم تستطع أن تصل إلى نبيك الحافظ الحفيظ هو ربك الذي وهب إبراهيم على الكبر إسحاق و يعقوب هو ربك الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه و يكشف السوء هو ربك أين أنت عنه في الليل و في كل وقت لكن الليل له أسرار و له صفاء والروح تصف فيه و النفس تسمو فيه لذلك إذا كنت في الليل تسأله فهو الذي وعد السائل أن يجيبه ادعوني هذا عليك أستجب لكم وعد الله لك فلماذا أيها الأحباب تعصف بنا في النهار و في الليل أحزان بل إن بعض أهل الأحزان يبكي على فراشه و يبلل وسادته و يعض في شفتيه و يضرب الأرض و يكسر ما حوله قم إلى الماء توضأ ثم اركع و قبل ذلك قم ثم اسجد و أقرب ما يكون العبد إلى ربه و هو ساجد فهو القريب السميع يعلم ما توسوس به نفسك أين أنت عن ربك انتظروا الليل فإذا أتى بثوا همومكم و أمنياتكم فإن الله سميع قريب قدير أسأل الله أن يحقق لكم فيما يرضيه آمالكم و أن يدفع عنكم الهم و الحزن اللهم آمين هل تعلم أن قيام الليل من أكبر أسباب جمال الوجه و النور فيه و لذلك كان بعض السلف إذا رأى محمد بن سيرين و جمع من أهل من السلف الصالح إذا رأوا بعضا سبحوا الله من نور في وجوههم بل إن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما عند قول الحق وجوه مسفرة وجوه يومئذ مسفرة كان يقول مسفرة من قيام الليل النور الذي يبدو في وجوه بعض العباد في النهار و تنقاد القلوب لحبهم هذه الأنوار كانت سبب و انعكاس لما ألبسهم الله إياه من نور لما خلوا به و ناجوه و لذلك ندعو كل امرأة و كل من أراد جمالا طبيعيا فطريا ليس متكلفا ولا تنفر منه الناس ولا تنفر منه القلوب الجمال الاصطناعي لا يغني حتى صاحب المعصية الذي يجمل ظاهره تجد أن القلوب تنفر عنه أما تلاحظ أن بعض الناس في وجهه ظلمة لا تزيلها المساحيق ولو وضع أجمل ما يوضع على الوجه ولو لبس أجمل حله إلا أن القلوب تنفر منه إلا أن الظلمة تصاحبه إلا أن الضيق في صدره قد انقسم على قسماته بل تجد أن بعض الناس تنفر الناس منه لمجرد رؤيته لأن الله سلب منه نور الطاعة لما خلى بالذنب وأعطى الأنوار أولئك الذين خلوا بربهم فانكسروا بين يديه الليل مظلم لكن للقائمين فيه مع دعائهم وبكائهم وسؤالهم وانكسارهم وإلحاحهم وتملقهم يتملقون بين يدي ربهم يا ربي يا رب يتذكرون الذنب ويكفي أن تمر ساعة دون أن تكون فيها طاعة لتستغفر منها ويكفي أن يكون الإنسان أن يسمع ما لا يجد سماعه ولو لم ينطق به هذا ذنب أنت خلقت للعبادة لذلك إذا انشغلت في النهار بأعمال الدنيا فتفرغ في الليل تفرغ في الليل يعطيك الله صورة جميلة حسنة نعم لا تقوم الليل لكي يجمل صورتك فقط بل لكي يطهر قلبك ثم ينعكس هذا النور وهذه الطهارة والطهر على قسمات وجهك فلربما تدعو إلى الله بهذا السمت الجميل إذا رأوا السكينة فيك أسأل الله أن يطمئن قلوبنا بطاعته وأن ينزل السكينة في قلوبنا والعافية في أبداننا اللهم البعض يقول كيف أولئك يجدون وقتا للنوم والاستيقاظ والقيام لله كيف يراجعون حفظهم من القرآن في جوف الليل ما هذه القوة والقدرة على أن يقوموا ونحن لا نستطيع أن نقوم سؤال أسأله نفسي وإياك أترى ما هو الذنب الذي اقترفناه فحرمنا الله أن نقف بين يديه للمناجه الله إذا أحب عبدا يسر له عباده وإذا كره انبعاث بعض عباده فلذنوب لزموها وأصروا عليها ما هو الذنب الذي حرمك لذة الليل الليل له لذة والسجود له لذة والدمع له لذة والدعاء له لذة وفي الليل له ميزة فلماذا حرمت ولماذا حرمت أنا هذه اللذة كل يعرف نفسه ويعرف الذنوب التي عنده ذنوب الخلوات بعضنا ذو حرم لما في جوالك من معاصي إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام خلق الليل يراني الذي يختفي في الليل عن المخلوق ليعصي الخالق كيف يحب الله بعاثه وقيامه وتهجده لكن لو تاب سهل الله له طريق الوقوف بينهذه هناك الذنوب هناك من يأكل حرام فالجسد قد بني من سحت هناك من يخلط عينه ترى الحرام ثم ترى القرآن فلا تدري هذه النفس في أي جهاته هذا يسير تخليط هذا التخليط لربما قس القلب وجمد العين ومنع الإنسان لذة المناجات لذلك أهل قيام الليل يدعون للعاصين ويستغفرون للمؤمنين وهم عصمهم الله من ذاك الذنب الذي يحول بينهم وبين قيام الليل من السلف من حرم قيام الليل سنوات لأنه تحدث غيبة أي اغتاب إنسان فيقول أني اغتبت فلانا وقلت فيه كذا فحرمت قيام الليل يرون أن من الحرمان أن لا تقوم الليل وأنها وربي من أشد العقوبات والذي لا يعتقد أن حرمانه قيام الليل عقوبة هو غارق في الذنب مسكين اللي قام وتوضأ في السحر وناجى الله هو عبد يريد من الله ما تريد أنت فلماذا قام ولم تقم راجع نفسك وتب عن ذاك الذنب واسأل الله أن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته يا ربي تقبل دعاءنا رسالة من الليل ومن الفجر تقول لك يا مهموم يا مغموم يا من أظلمت حياتك وأغلقت في وجهك الدروب يا من تزفر تريد تنفيس الهم أو تفريجه الليل يقول لك كن في الليل قائما وكما أزاح الله عن الكون ظلمة الليل سيزيح عنك ظلمة الهم والغم والضيق كما عسأس الليل حتى تنفس الفجر ستتنفس والصبح يتنفس فبما أنه يتنفس في كل صباح بعد ليل أرخى سدوله وكان طويل سيزيح الله عنك كل هم وتتنفس الصعداء لأن القادر جل وعلا على أن يظلم الكون ثم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قادر أن يخرجك من كل ضيق هل لا كنت في الليل قائما هل لا كنت لله مناجيا داعيا مستغفرا لا أعدري في واقع بعضي المهمومين يفكر الليل كله في الصباح لمن أذهب سبحان الله طيب في الليل وأنت تفكر وقد أذهب الهم عنك لذة الكرى والنوم أما تتوضى وتقف بين يدي الله ويدبر الأمر سبحانه لك يدبرك يعطيك يسخر لك من الخلق من يخدمك وهو لا يعرفك يرزقك من حيث لا تحتسب يعطيك حتى يدهش عقلك ينزل السكينة في قلبك يجعلك مستمتعا أحيانا بالبلاء لأن البلاء هو الذي أوقفك بين يدي ربك فتناجيه يا رب يا رب عبودية جميلة مع أننا ندعو الله أن يعيذنا من جهد البلاء الليل انزاح والهم سيزاح الفجر طلع وفجرك بإذن الله سيبين ويلوح سيذهب الفجر الكاذب والهم وسيأتيك الفجر الصادق إن كنت من الصادقين القائمين المنيبين المنكسرين الليل رسائله للمهمومين يقول هل أمو فإن الذي بيده مقاليد كل شيء من وقف بين يديه فإنه يعطيه لأن للسائل في جوف الليل فيه ساعة كما ورد في الحديث لا يوافقها عبد مسلم أي قائم إلا أعطاه الله سؤله يا رب فرج هم المهمونين يا رب فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشهي بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين استودعكم